تاريخ طويل جمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشغيقة قبل آلاف السنين حيث كانت البحرين آنذاك مهدا لحضارة دلمون العريقة ونشأت في عمان حضارة مجان القديمة والحضارتين كان لهما أثرهما الكبير في تشكيل تاريخ المنطقة واليوم تقف مملكة البحرين وشغيقتها سلطنة عمان شامختين شاهدتين على المنجزات والمكتسبات الحضارية والإنسانية التي تحققت بفضل حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين وإسرارهما على استكمال أسيرة التعاون والتنمية والعطاء تحقيقا لرفاهية وخير شعبيهما الكريمين العلاقات التاريخية البحرينية العمانية هي علاقات متجدرة في عمق الزمن نمت وتطورت حتى أخذت أبعادها في ضوء حركة التاريخ مستندة إلى روابط الأخوة الوطيدة وأواصر المحبة المتبادلة ووشائج القرب المتينة من جهة والقواسم المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين من الموقع الجغرافي والديد والعروبة والثقافة المشتركة من جهة أخرى وبفكر نير وحكيم من لدن صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خريفة والسلطان قابوس بن سعيد رحمهم الله ازدهرت العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي ظل الإرث الأخوي المتين والتاريخي العميق يواصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخوه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حفظهم الله ورعاهما النهج الاستثنائي في العلاقات بين البلدين الشاققين والعمل الجاد على ترسيخها والرقي بها إلى آفاق أرحب وأوسع ترتكز على الثوابت والرؤى لتلبية الآمال والتضلعات والطموحات المشتركة بين القيادتين والشعبين الشاققين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر